ازمة خانقة ومعاناة اخرى تضاف الى هذه المحافظة عام كامل ومدينة زنجوبار تعاني من انقطاع المياه يضطر الاهالي لتكبد المشاق من اجل الحصول على شربة ماء واحضارها من اماكن بعيدة ابتدأت هذه الازمة الخانقة مع الحصار الذي شهدته المدينة من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع رحلت الميليشيا ولكن الازمة لم ترحل بعد مناشدات كثيرة وشكاوى قدمها المواطنون مطالبين بحل سريع لهذه الاشكالية المسؤولون في مؤسسة المياه اكتفوا بالقول ان هذه المشكلة لا تخص مدينة زنجوبار وحدها ولكنها تعم جميع مناطق المحافظة ويفوق حلها امكانياتهم المتواضعة حسب افادة مسؤول في المؤسسة وبسبب هذا التجاهل من قبل الجهات المعنية قرر مواطن من ابناء المدينة حفر بئر ارتوازي في باحة منزله الصغير وذلك بعد حصوله على التراخيص المطلوبة وبقهود ذاتية منه ومن اهالي المدينة تم حفر البئر التي ساهمت في حل جزء من معاناة المواطنين ووفرت لهم مياه الشرب انا صاحب البئر ناصر عبدالله الشيخ عزان حفرتها على حسابي الخاص انا واسرتي وتصدغنا بها لاجل هذه الايام التي تعاني منها البلاد شحت المياه لا يوجد ماء لا يوجد كهرباء مشروع صغير كان فكرة فتحول الى واقع ولكنه لا زال بحاجة الى دعم والتفاتة ضرورية من الجهات ذات العلاقة من اجل الحفاظ عليه ولو كبديل مؤقت في ظل الازمة الخانقة التي تعيشها محافظة ابيان قراء انقطاع المياه عن جميع المنازل جاءت هذه الفكرة ولكن هذه الفكرة بحاجة الى دعم ومساندة من اجل ان تقدم شربة ماء لكل المواطنين لطفي ابراهيم قناة بلقيس ابيان